التندونيتس بيحصل ازاي التندونيتس ايتس معناها inflammation وتندونيتس معناها inflammation في التندون it is inflammatory condition characterized by pain التندين was insertion into the bone يعني بيحصل symptomatic degeneration بيانتج عنه vascular disruption يليه في inflammatory repair تعالوا بعد بدل ما نلعد نتكلم تندونيتس بشكل عام عن الامراض اللي بتصيب التندون tenopathy وهو مصطلح بيطلق على اي حاجة لها علاقة بال sportive tendon injuries that cause pain swelling impaired performance عاوزين نتعرف على common sites of tenopathy في الشولدر عندنا supraspinatus وفي البيسبital tendons وفي القلبه بقى لو ناحية المedial epicondyle which is the origin of the rest flexors يبقى اسمه medial epicondylitis ولو ناحية lateral epicondyle the origin of rest extensors يبقى اسمه lateral epicondylitis في النيوريجون ممكن يحصل في الباتيلر tendons او في الباتيلر tendons او في البابليتيال muscle tendons او في الهيوتيبيال باند في الانكلبه بيبقى البوستيريور طيب الليجن بتحصل ازاي الريبيتد لود بيعمل rupture of the fibril which leads to tendon fatigue and microscopic destruction لما المايكروسكوبك دستراكشن ده بيحصل في الطبيعي بيحصله ريبير لكن لما يكون متكرر وزيادة عن الطبيعي الريبير مش هيلاحق فعال مع الوقت هيحصل مايكرو تراوما الميتابوليك ريت بتاع التندون قليل نتيجة ان اصلا البلد سابلاي اللي رايح له اقل ومخزون الطاقة اللي جواه اقل مش زي الماصل مثلا لا فبالتالي لما بيحصل مايكرو تراوما او مايكرو داميج ده هخلي الطلب على انتاج الكولاجين والماتريكس اللازم للهيلينج بيكون عالي فدف حد ذاته بيعمل باثولوجيك تشينجز زي سيل اتروفي وترسيب الكالسيوم او ما يسمى بكالسيفك تندونيتس قلنا نتيجة ان الخلايا مش ملاحقه على ان يحصل ريبير كافي يعني كل ما يبدأ يحصل ريبير يحصل داميج دف حد ذاته بيرهق خلايا التندونز اللي هي التينوسايتس فبالتالي دخلنا في فيشس سايكل دايرة مغلقة التينوسايتس واللي المسؤولة اصلا عن الريبير بيحصلها ديث وبالتالي القدرة على الريبير بتقل وفرصة ان التندون يتعرض لانجري بتبقى عالية ما نتيجز بنى توضي وفرصة في صفحة ان التندوني زيون المترجم للقناة